تيجيها الهر في تديين ديالها وما تتبغيش الزوج ديالها أي قسلها في تديين ديالها أو بالنفهم الداريجي باش كونش الناس يفهموا في المسلزل ديالها الحمد لله دابا حاليا حقيقة كتير من النساء بدأوا التهمات يوضعوا الأسئلة وهذا كنا متوقعين على أن المشاكل والترابات الجنسية مش تتخصي الرجال لحد الآن تقريبا 95% درجال هما لتيدوزو 5% ولا 3% يعني بعد النبات يعني تيقدروا يكونوا النساء النساء ما زال حقيقة تيحشموا يعني يوزوا على بعض المشاكل اللي عندهم طبعا هناك مشاكل كثيرة عند النساء المشاكل اللي عند الرجال ربما كان النساء عندهم مشاكل كثيرة ولكن تيحشموا وتيسكتوا وتيبقى وعايشهم داك المشاكل ديالهم هذه السيدة إذن يعني متزوجة وعندها ججولي ذات عيدت لي وقتلي داك يخليك داك أرى عندي واحد المشكل مع الزوج ديالي قلت لها شنو المشكل قتلي داك أنا في العلاقة الحميمية وفي العلاقة الجنسية مع رجلي ما تنبغيش وما تنحملش أنه يقص لي في الثديين ديالي لأنه أولا تيجيني الهر وتانيا يعني أنا تنكره أنه يقص لي الثديين بني تنقول له الله يخليك ما تقص ليش في الثديين ديالي تيطير له الثديين من فهم الدرجي وما البزازل داك المرأة يعني تيطير له هو وتيطلع له الزعف وداب قتلي بعد نوبة وقع تيمشي عنده علاقات خارجية يعني تيمشي على بره باش يدير علاقات وانا داب خايف لا يمشي تلقني وانا بالولاد وهذا المشكل يعني مؤثر عليها بالزعف إذن أنتم ما تتشوفوا على أنه مشكل بسيط ممكن يكون السبب يعني في طلاق ديال المرأة علاش لأنه هي تيجيها الهر وما تتبغيش تتكره على أنه يقص لي الثديين علاش هناك طبعا يعني هذه القضية في العلاقة الحميمية واش حرام الرجل يقص لي الثديين ديال المرأة طبعا مش يحرام واش حرام مثلا يرضى عقاعد تدي ديال المرأة دياله يعني مثلا يعني ما يسمى المص لأنه الراجل ما تيكون طفل صغير شنو تيدير تيكون الرضعة ذاك الرضعة هذيك هي اللي تتخليه على أنه يرضع الحليب ديال الأمة دياله ومن تيكبر الرجل تيبقى يعني هذه القضية ديال الرضعة ما زال فيه والأغلبية ديال الرجال تيبغيه مثلا يرضعه تيد ديال الزوجة ديالهم أو لا على الأقل يخيصوا فيه لأن مجمل المرأة الطبيعي كذلك التدي ديال المرأة شعال مثلا المرأة تتكون مأزمة ومعاقدة أعلاش لأنها ما عنداش صدر ما عنداش تديين أو لا مزازل من فهم الداريجي ولكن كان واحد النساء وغير ما يكون عندهم الصدر يعني أولا التديين تيكره على أن الزوج يقوم بهذه القضية يلمس يعني التديين أو لا يرضع يعني التدي ديال المرأة دياله على أي حال القضية مش حرام حلال هناك بعض النساء أنا كان عندي صديقي يعني كان الزوجة دياله يعني تدخل له هاك أرضع يعني التدي ديالي يعني وهي كانت تبغيه وهي كانت تدخل لي مني استشار معي قال الله يخليك ده بأنا الزوجة ديالي دائما تدخل له هاك أرضع هاك أرضع أنا ما عاشيش ندير قتلوش فيها مشي حيب مشي حرام حلال هي تتسحلها هذه القضية إذن مشي مشكل إذن عامة رضاعة ديالتدي ديال المرأة يعني مشي حرام وشيء اللي مرغوب فيه بالنسبة العلاقة الحاميمية ونفروض على أنه تعطي واحد إطارة كبيرة لرجل وإطارة كبيرة لمرأة إذن نحن نشكر السيدة هذه اللي وضعتها لهذا السؤال لأن كثير النساء عندهم هذه المشكل هي المشاكل ديال النساء تتبقى متسترة متخبئة على أي حال طبعا يعني كما أشرنا علاش هي متنا تذكره حقيقة هذه القضية هذه طبعا يا الله وضعت السؤال وما درناش مع الفحص لأن قاتلي أنا عادرا نشوف معاك باش تفحصني الله يسترعليك بالنسبة الفحص النساء ما تيكونش فحص جسدي تيكون فحص يعني فقط كلامي يعني هي تتعرض المشكلة ديالها ونحن تنشوف علاش مثلا هذه السيدة هذه ما تتبغيش تيجيها الهر علاش يعني كي النساء ما تيجيهمش الهر وكي هذه المرأة هذه تيجيها الهر علاش وعلاش هي تتكره الرجل ديالها مثلا يلمس إذن عدة أسئلة حقيقة يعني اللي ممكن هي طبعا بغي تحل هذه المشكل على أي حال يعني لأن هذه المشكلة هذة هي نت خايفة لا يؤدي بها الطلاق يعني الزوج ديالها بدأ يخرج يعني يمشي يشوف برا ويشوف علاقات خارجية طبعا هو من مش حيث من قوله الزوج ديالك لا تتكرر هذه القضية على أن ه وسيلة باش أنك ينتع سبا باش تخرج العلاقات خارجية إلا إلا كان راجل يعني تنتمنى وطبعا أي سيدة عندها مشكلة من هذه القبيلة يعني ممكن تفحص كما أشهرنا إحنا ما شير نفحص التدهيد للمرأة أبدا يعني الجينيكولوج ولا الطبيب مختص في النساء هو الذي يفحص التدهيد للمرأة مزيان أنية المرأة النساء مثلا ساعة ساعة تلمس يعني يعني تفحص هي مراسة التدهيد لها أن بعد النبات يكون شي كورا لا يسترف تدين لتتحول يعني السرطان إذن مزيان وكين بعد النبات التي تديروا واحدة راديو تتسمى ماموغرافي ماموغرافي هذه تديروا تقريبا نبا في الخمس سنين باش يشوفوا يراقبوا واش كان شي حاجة لا يسترف تدين دي المرأة أو لا على أي حال يعني كل حالة تختلف على حالة أخرى هناك بعض النساء تيجيهم الهر علاش تيجيهم الهر يعني المهم هناك أسباب أكتير على أي حال هذه الحالة مهمة تنتمنى إن شاء الله السيدة إذا كانت في المستقبل بغية تفحص هننفحصها كلاميا وننشوف علاش يجيها الهر علاش هي مثلا يعني ما بغياش الزوج ديالها كيفاش نصلحو هاد المشكل بين الرجل والمرأة كيفاش هي أنه يمكن تخلي الزوج ديالها على أنه يلمس تديين ديالها أو يرضى فيهم ماشي حرام تماما إذا نتمنى وهذه القضية تير انتباه هذه الكثير ديالنساء ونحن مستعدين للمساعدة إن شاء الله وكما أشرت كل حالة تتختلف على الحالة الأخرى تمنى تشاركونا فيسبوك دوكتور بن يشو يوتيب دوكتور بن يشو انستغرام دوكتور بن يشو تيك توك دوكتور بن يشو موعدنا كل يوم 2 على الساعة العاشرة ملايين إن شاء الله نقوم بفحوصات عن طريق الواتساب رقم الواتساب 06-64-00-33-30 نعود 06-64-00-33-30 06-64-00-33-30 ولكن الواتساب معمول هي للناس اللي رايح يفحصوه تنطلبوا من الناس اللي يجازيكم بخير ما تعاوش تعيطوا لي باش تقول لي شحنا رقم تليفون ديالك او لا بغي نستشار معاك او لا ترضع لي السؤال انا ما عنديش الوقت تماما وبعض الناس اللي يعني بدأوا حقيقة يعني تيبسلوا عني انا نكون مضطر باش نبلوكوه تماما لان حنا عدنا يلا تنجبروا الوقت باش ندووزوا للناس بعدناش الوقت باش ندووزوا الاستشارة او اللزيلة ديالناس رقم العيادة لكن تيبغي تتشار معاك العيادة 05-22-26-90-52 نعودو 05-22-26-90-52 والعيادة موجودة في الضالة البيضاء قريبة للكورة الارضية وقريبة للمحطة ديالكازابور ديالتخان تيمكن لك تجي يعني العيادة هي من المحطة على جريك بلا تاكسي بلا تجي عجاء مرة اخرى زمنها يعني الناس اللي بغي الفحص للك وتيبغي الفحص تكتب كود ما تشرحليش المشكلة ديالك ما عنيش الوقت كتب هير كود وانا لنتصل عليك ان شاء الله بإذن الله شكرا لكم وادم الله عليكم الصحة والعافية